موسيقى 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 رابطة لأدباء هي واجهة الكويتي الثقافية تهتم في تبني الكتابات تبني المواهب الشباب اللي عندهم مواهب الكتابة الشعر القصة تمام تتبني مواهبهم وفي لها إضافات كثيرة يعني مثل دورات عندنا مجموعة من الدورات قلون مجموعة من الدورات والمنتدى المبدعين الجدد عندنا تبني المواهب يعني 13 سنة إلى 30 سنة نعم نعم العمار مختلفة يتبني مختلفة طيب السؤال يطرح نفسه أستاذة عايشة وشي اللي خلاتش تتجين إلى الرابطة يعني أنت هل كانت كتابة روايات هل أحج أجعج هل سمعتني والله أنا كنت أكتب بالشعر نثر فتقدمت بكتاب واحد كتاب الأول كتاب طبعته الشعر ما كنت حطه في بالي بس قلت تجربة يعني خلأ أقدم فيها أسجل عضوية وسبحان الله الحمد لله قدمتي ونلتي العضوية وبعدين قدمت أول شيء الكتاب هذا وبعدين كتبت رواية وقدمتها إضافة للكتاب الأول نعم أي والحمد لله عن ما كانت تكلم الرواية الرواية كانت قصتها عن التضحية يعني تضحية الإنسان بحياته لأجل شخص آخر تمام هذه الحبكة أيضا في رابطة الأدباء عندكم ما يسمى بنادي المبدعين وانا اعتقد التقيت بالأستاذ طلال الرميضي نعم بوسعد وتحدث عن نادي المبدعين ممكن تكلم عنه نعم منتحدة المبدعي الجدد وهو يتبنى مواهب الشباب من 13 سنة إلى 30 سنة تمام في منه يتبادلون خبراتهم قصص روايات أشعار نعم في كل يوم أثنين الكلمة اسموح لن يسجل الكلمة اسموح لا يسجل بس بعدها مو كل واحد يكون عضو لازم يحتاج أن يطور نفسه نعم طيب وكذلك نادي المبدعين يعني هو نفسه وانت منظمه فيه؟ المنتدى المبدعين لا أنا لا انت وين برابطة الأدباء أنا في العضوية بس عضو رابطة الأدباء تمام ولكن أنت أيضا رئيسة نادي الطفل الأدبي أبي عرف المشاهد بنادي الطفل الأدبي نادي الطفل الأدبي نعلم فيه الطفل كتابة القصة القصيرة أساسياتها أركانها طبعا هو يحتاج إلا يعني وقت طويل نعلمهم الشغلات هذه لأن الطفل ما رح يتعلم في شهر وشهرين إيه ما رح يتعلم نعم يبي الاستمرار مع الوقت رح يتعلم كتابة القصة إلا أن يتح يعني لاثنى عشر سنة ينتقل بعدين لمنتدى المبدعين شكتر صالة كم سنة هالنادي الموسم الثاني هالسنة موسمنا الموسم الثاني في البداية افتتحنا كان كل سبت من كل أسبوع خلال السنة لكن مدارس امتحانات والضغط رح يصير على الأطفال خلنا شهر ثمانية وتسعة ثمانية وتسعة والإقبال عليه شديد؟ والله الحمد لله طيب فيه هالسنة كان وايد الإقبال شون تشوفين مستوى الطفل في كتابة الرواية أو القصة أو حتى في الكتابة فيه أطفال مواهب عندهم مواهب يكتبون يعني يحتاجون تطوير نعم وفيه أطفال يحتاجون يعني شوي شوي أن نحن نعلمهم حتى عن طريق الرسم يرسمون ويعبرون عن الرسمة يرسم تحتها وتباشرين كل طفل أيلتش يعني وتحاولين تعرفين أن هذا الطفل بشهو نتميز هذا الطفل شنو ناكسة وتواصلين مع أولياء الأمور فيه كون تواصل مع أولياء الأمور يعني نرسل لهم على طول مثلا برسائل مجموعة بالواتساب وفيه عندنا الأطفال لأنه وايد يكون فأنا معاي واحدة من الزميلات رباب عبيد كنا معاهم مع الأطفال يعني نشوف قدراتهم نشوف شون هم يتميزون فيه فيه لقين أطفال وايد عندنا عندهم إن شاء الله عندهم على الملكة عندهم يكتبون قصص يكتبون يعني عندهم الخيال في عندهم موهبة يحتاجون أن يطورونها أكثر وأنت ودوركم تطوير هذه المهمة نطورها ونعلمهم شنو هي تتكون منا القصة القصة القصيرة في قصة القصيرة جدا في الرواية أنواع يعني حتى الرواية ممكن تكون أكثر من القصة رواية أكثر من القصة ممكن إذا احتوت الأركان يعني أركان الرواية الرواية أركانها شنو أماكن عوالم أشخاص حوارات أحداث القصة أي الزمن الحكة لأقدة صح لكن القصة تكون بعض المرات حدث زمان مكان ما تكون فيها حوارات نعم لكن تكون مختصرة أي يعني حتى زمانها ما يكون واضح مكانها ما يكون واضح صحيح هذا الذي أذكره من الدرس ولكن الرواية فيها تفصيل أكثر الرواية فيها تفصيل أكثر ورواية تتصف بأن فيها زمن الاستراحة وزمن الاستراحة يسمح للكاتب أن يقعد يصف المكان يعني هذا ما يميز نجيب محفوظ يصف الشخصيات يصف الحركات يصف يعني حتى المشاعر والأحاسيس أدب نجيب محفوظ يعني كان دائما ما يصف يعني أخذ صفقتين فقط زمن الاستراحة وكانت الحبكة والعقدة والشخصيات وفيه شخصيات بسيطة المهم أنه يصل بالنهاية إلى نتيجة معينة رسالة معينة يوصلها للقارئ للقارئ هذا كلها تعلمونها للطفل لا الطفل لا الحيد الطفل توه ممكن علم القصة القصيرة جدا سطرين ثلاثة ممكن قصة عشر أسطر والكل يكتب طبعا هذه القصة ممكن الكل يكتب ومع القراءة أهم شيء أنه يقرون كثرة القراءة رح يصير عندهم الموهبة قراءة والطلاع يعني حتى له قصص مصورة نعم أي أنتم مو بس عندكم كتابة حتى مجبور منها يقرأ لازم لازم القراءة أهم شيء القراءة نعم قراءة ما يحب ولا قراءة من عندكم والله هو إذا كان يحب القراءة رح يحب القراءة في كل المجالات لكن في بعض الأطفال هم يحبون القصص حبة للقصص رح يخليه يقرأ في مجالات ثانية أكثر من القصة طيب يا لكم النادي عندكم الحين هذه الفترة للقراءة القراءة أنتم تزودونها في كتاب ولا هو يخرج ندowejهم يختارون القصاء التي يعضونها ندهم لهم ر Pikn خاص في المكتبة عندنا مكتبة ربطة الاثباء ندهم ر my dear friendly نعطي لهم القصص ويختارون القصص التي يعضونها طيب السؤال الذي ذبحه نفسه 現在 seçحناでき不会 تحمل هذا esquerض أنا لدي مجموعة من الأطفال河يونة وهذه project场 اليهم يكون لديهم حب واصل ولديهم الطلاع وكون لديهم جانب أدبي чего مشكلة أحفظ عليهم هل هناك خطه للإنفسه على المحافظة للأطفال به呢 بالقراءة هو أهم شيء أن كتبهم لهم القصة أو الكتاب أنهم يقرونه تناقشهم فيه مثلا ممكن أول شيء إذا كان الطفل ما يحب يقرأ أنا جربتها هالشغلة أن أول شيء تحفزهم أن أنت راح تعطي هدية إذا قريت القصة هذه راح أعطيك هدية أنا سويتها والله مع عيالي الصغار ثاني مرة تحفزهم أن أنت تقول لهم خلنشوف من اللي يقرأ قراءة أسرع اللي خلص القصة قراءة أسرع زيكم ما يفهمها لا يفهم لأنه يحاول أنه يعني يبين أنه ترى قرأ و راح يناقش ويا القصة نعم أي فمع الوقت شوي شوي لما يتعود هو تصير هذه عادة يومية عنده أنه لازم يقعد كل يوم يقرأ كتاب يعني التكنيك اللي تستخدمينها في البيت بيديت تطبقينا في النادي والله بس السيطرة كانت شوي ضعيفة بالنادي علشان أطفال عددهم كانوا ومشاء الله يعني كانوا عندنا العداد وصل تقريبا 26 و30 يمكن ما شاء الله وأعمار ستتراوح من ست سنوات لي 12 سنة وبعضهم لي 12 سنة تلاقي مشاء الله شكلت شنة عمر 14 سنة فيعني صير يعني وايد ربكة بال لوية شوي لوية واثنين لا يكفي أنت وأستاذ رباب لا يكفي وأستاذ رباب يعني بحكم الخبرة الصحفية اللي عندها يعني شوي أعتقد لود عليكم ما شاء الله عليها بسهيلة يعني أحسنها يعني ما قصرت ويا الأطفال نعم متى إن شاء الله يتم استئناف العمل مرة أخرى إن شاء الله في أغسطس اللي يأي كاعدت جاهزون الحين والله حاليا لما الحين ما جهزنا على أساسنا بنسوي لنا منهج خاص حق النادي نعم أفضل يتم اعتماده من الرابطة طبعا إن شاء الله إيه إن شاء الله من الرابطة ويمكن إن شاء الله نحاول نحاول أنه يعني تعتمده حتى وزارة التربية طيب السؤال يطرح نفسه يعني سمحي لي أن نسأل شوي على عالم الأدب المختص بالطفل كثير من الروايات نشوفها بالمعرض الحين معرض الكتاب في كثير من الروايات اللي تقدم للطفل وإنت بحكم الخبرة وبحكم أن أنت رئيس نادي الطفل الأدبي هل تشوفين هذه الروايات يعني هي روايات ترقى للطفل ترقى لأن يقرأها الطفل وتطور من فكرة تطور من أداءة ولا له هذه الروايات غير بعض القصص قريتها آذة يعني حسيت أنه ما في شن الفكرة اللي أبي أوصلها للطفل نعم ما كان في فكرة بالمعرض لا مو بس بالمعرض بشكل عام بشكل عام يعني أكثر القصص لأطفال ما كان في فكرة معينة شن الفكرة المعينة اللي يبون يوصلها للطفل ما في نعم فهذا اندال يدل على أن الأدب الطفل بخطر طبعا إذا ما كان فيه اهتمام فيه ما فيه شيء يغرس قيمة معينة للطفل أو مبدأ لازم يكون فيه شيء معين أن نعلم للطفل مو أني أكتب قصة مجرد أني أكتب قصة للطفل أني أبي أسليه لازم يكون فيه قيمة لازم يكون فيه شيء أني أغرسها في نفس الطفل دوركم لمحاربة الكتاب لازم انتو شون دوركم لمحاربة هؤلاء الكتاب اللي بس يكتب مشكلة أن أكثر القراء الحين المراهقين يقرؤون القراء للكتاب الشباب لا يوجد اهتمام بالكتاب نفسه يعني أغلب الناس لا يهتمون بالكتاب نفسه الحين الذي يوجد محتوى مفيد يوجد محتوى يفيدهم أمه على المدى البعيد نعم لا يوجد اهتمام كله للكتاب الشباب الحديث نعم والقصص الرومانسية نعم ولكن الأدبية بعيدين عنها كل البعض مع أن القارئ المفروض يقرأ في كل المجالات وعلى شونه يدل هذا يعني هل إحنا بعيدين عن الأدب هل أصبح الأدب عندنا مجرد معرض وكتاب للأسف ولكن مجرد أني أي المعرض أشتري كتاب لمجرد أني أنا بس علشان الكاتب معين وأروح وحط الكتاب بالبيت ما يصير لأنا لا يزعون مني بعض الكتاب يعني أنا ما نندم أحد بس كتبهم حلوة يعني ما شاء الله حاط في كتب في الشباب طالعين كتبهم وايد رواياتهم وايد روعة سواء كانت بالعامية أو بالفصحة لكن في شباب لا للأسف ما في أي قيمة أي قيمة بالمرة من هل صحيح أن بعض الشباب بدأنا بتلعد ولكن لأن الحديث أصبح يعني عن الأدب فيسحبنا يعني بعض الشباب ما ندري أنا شون يعني يسوي كتابه وحاط لي برع الغلاف صورته وحاط لي قصه اللي خارج الكتاب الغلاف ممكن يكون يشد أكثر مني داخل الكتاب وانتشر مجرد كتابة للانتشار هشة هشة أي يعني بدون ثقافة نعم كتابة بلا ثقافة يعني إنه ما فيه ما يطور نفسها في الكتابات لو أنه يعني من النوع المثقف يعني والمطلع والقارئ الحقيقي للكتاب وعرف قيمة الكتاب ما راح يكتب أي شيء يعني الكتب اللي مد الوقتية مثل الأغاني الحين اللي مدتها شهر وتنسي نعم يعني الفرق بين الغنية الحين وغنية أغاني أم كلثوم الحين صارت الكتب الحين شذي نعم الحين ما فيه كتب تقراها مرة خلاص تنساها فيه كتب ترد سريعة تنسيان لا تبقى بالذاكرة وكتب ترجع تقراها مرة ثانية السؤال يترح نفسي هل الكاتب اليوم أو صاحب الرواية اللي يسمى نفسه مثلا أنه الكاتب العظيم الأديب لمصالة أول نزل الرواية طبعا يعني هل هو يكتب وسيلة لكتابه أم أنه يعني هو يعني يحاول أن يزرع قيم في المجتمع ما هو سبب الكتابة يعني وما هو السبب الرئيسي للمفروض من الكل التبع أن نوصل رسالة للمجتمع أن نوصل قيمة معينة فيه شيء يعني ممكن مثل العقاد المازني رحلوا لكن في آثارهم باقي لما الحين من كتاباتهم نجيب محفوظ سكي نجيب محمود نعم وايد من الكتاب أنا قرأت لإعلاء الأسواني يعني كاتب حديث ولكن جيد كتابات نجيب محفوظ قرأت له معظم الروايات يعني منها تعلمنا الأدب قرأت كذلك ليلة في بطن الحوت لإدريس نسيت اسمه ما قبل نجيب محفوظ نسيت اسمه لا يذكرني الآن ويعني معروف من الكتاب والأدباء المصريين المعروفين إدريس ليلة في بطن الحوت هي قرأت لهذه الرواية اليتيمة قرأنا لكتب مترجمة لباولو كولو أحد الكتاب برازيلي ولكن هناك ما يقدم يعني مفيد نشوف كتبنا للأسف لا يوجد اهتمام بالثقافة بالكتاب نفسه نعم صحيح ذكرنا المخرج اسمه يوسف إدريس ليلة في بطن الحوت كان من أجمل الروايات التي قرأناها وأعتقد كان فيها زخم بالأدب نحفظ بالجانب العدبي لما نقرأ رواية نجيب محفوظ مثلا بطل رواية نجيب محفوظ أنا رواية نجيب محفوظة بطلها ما أخلص إلا يعني خلصها بيديننا وسهلة يمكن البعض يقولنا كتابتها صعبة ولكن مفيدة كانت صح عموما ننتقل إلى الفكرة يعني اليوم أنا كتبت رواهي كيف ممكن أن تصل الفكرة إلى القارئ مسؤولت منه الكاتب أم القارئ الكاتب يكتب القارئ يعني أنا أفكر أن مو أنا اللي أختار القارئ القارئ هو اللي يختارني نعم أن شاف بني أنا العمل اللي قدمته مفيد فيه إضافة له هو رح يختار لني يقرأني يقرألي لكن الفكرة نعم كيف ممكن أن تصل الفكرة إلى القارئ أنا حين أخذت الكتاب قريتها شوان ممكن توصل للفكرة هل هي مسؤوليتي ولا مسؤولية مسؤوليتي أني لازم أكون عندي مرونة في السرد نعم أن أوصل الرسالة اللي أبيها بدون ما يكون القارئ يفهمها بشكل خاطئ يعتمد على الحبكة والعقدة نعم يعني الحبكة بتسلسل الأحداث والأحداث الحبكة هي تسلسل الأحداث نعم العقدة هي حل المشكلة هنا يعتمد على الكاتب والأسلوب المرن السهل اللي ما يكون فيه صعوبة أو يعني على القارئ نعم أن يكون فيه بعض الكلمات تكون صعبة على القارئ نعم يضطر أن مثلا بعض المرات قادمة حتى ساعة فيك كلمات أحط عليها خط تحتها خط وأمطر بعدين أروح أدورها بالقاموس نعم من الكتب الجميلة التي قرأناها أيضا رجل جاء وذهب لدكتور غازي لكصيبي غازي لكصيبي وكذلك الرواية لرجل جاء وذهب الجزء الآخر منها وعنده مجموعة من الروايات التي قرأها نعم فعلا يستفيد منها وما يميز الدكتور غازي لكصيبي أنه هو كاتب الرواية وهو كاتب الأشعار اللي داخلها فهذا يدل على الزخم الأدبي الكتاب اللي نفتقدهم نعم عموما شو تقولين في ختام هذا اللقاء معاك شرفنا اليوم باللقاءنا معاك تكلمنا عن الجانب الأدبي ولكن في الختام هل أدب الطفل بخطر أم لا؟ إذا كان الطفل رح ينشأ على الآيباد واللابتوب فالأدب رح يكون فيه خطر على شون ينشأ؟ لازم على الكتب من عمر سنة افتح اعطى مجلة يقراها يتعود شوي 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 مجلة مصورة بعدين يبلى كتاب مصور رح يحب حتى تصفح إذا لم يتعلم بالآيباد؟ الآيباد تصفح الكتروني الآيباد يمكن يطفي الشاحن الآيباد يعني بأي لحظة يقترب حتى مظهر حتى على العين نعم أنا أعتقد بعدين الكتاب الورقي تحس أنه كتاب حتى النقطة المهمة عندي أن الطفل يتعلم على كتابه والقراءة لأن الآيباد حتى الذكاء يستخدم دائما الآيباد حتى الخط ما رح يتعدل ما رح يقدر يكتب نعم إذا نبتعد عن الأجهزة الإلكترونية ونحن بخير نعم كل الشكر وتقدير لك يعطيك العافية على التواصل معنا الأستاذ عايشة الفجري روائية عضو رابطة الأدباء الكويتين رئيس نادي الطفل الأدبي تحدثنا عن البيئة تحدثنا كذلك عن الأدب يبقى عندي محور مهم جدا وهو الأحداث والقانون الجديد المرتبط بالأحداث رح نشوفها من بعد الفاصل اشتركوا في القناة